موسيقى نواصل التجوال مع ضيفنا كريم بقردوني في رحلة تسعى إلى الوقوف عند خبايا الذاكرة السياسية لهذا السياسي اللبناني تدقيقا لخلفيات الحوادث والمواقف والتحالفات الثابت منها والمتحول التي كان يضطرم بها الأمس السياسي اللبناني فنقترب أكثر من حقيقة ما كان يدور على ساحة الصراع في لبنان كريم بقردوني في نهاية الحلقة الأولى وعدنا المشاهد أن نكمل حول كيف استطاع بقردوني التوفيق بين صداقته لياسر عرفات وصداقته مع حافظ الأسد صحيح لأنه الحقيقة في يعني أبو عمار معروف بدهاءه ولكن استضم بدهاء آخر هو بدهاء حافظ الأسد وأنا برأيي دهاءين واتنين استضموا بدهاء كريم بقردوني الله يخليك دهاءين لا يصنعاني حوارا ولا اتفاقا يعني لازم بقى بداية على ذلك أنا لما كنت التقي برئيس الأسد ما كان يرتاح أبدا للاتصالات لليك عندي مع ياسر عرفاتك أنا كنت أسر طبعا لأنه عندي كنت نظرية إذا بدنا نعمل سلم أهلي في لبنان نحتاج إلى سوريا لا أمن في لبنان بدون الأمن في سوريا يعني أمن سوريا هو من أمن لبنان وعندي نظرية تانية إذا بدنا نتفاهم مع العالم العربي بدنا نتفاهم على قضاياه الأساسية وفي مقدمها قضية فلسطين وبالتالي ياسر عرفات هذا السبب أنا يعني معرفتي بالتنين كانت من أجل أنه نأمن الأمن بلبنان ونكون منفتحين على العرب يعني هذا كل التفكير يلي قمته طبعا هذا تحول إلى مشروع طويل عريض للاتصالات التي لم تنتهي بلان على ذلك أنا كنت شعرت بالمباشر أنه في كل مرة أذهب عند التقي بياسر عرفات كان هم سؤاله عن حافز الأسد يعني كنت تشعر أنه القلق الكبير والخوف الكبير هو من حافز الأسد وكل مرة كنت التقي بحافز الأسد كان سؤاله شو بيقلك أبو عمار وكاني دايما حريصي يقول لي أنه ما تصدقوا يعني لسبب لشك شخصيتين يعني داحيتين ذكاء متقدم وبس لا ثقة فيما بينهم الثقة معدومة بين الإسنين ماذا في جعبتك عن شيخ الكتائب بيار الجميل؟ بيار جميل بالحقيقة هو رجل حديدي الطبع يعني يحب النظام الحديدي وصنع من حزبه حزب الكتائب اللبنانية نظام يعني جعل منه نظاما حديديا يستطيع أن يكون مرنا في الحكم ويستطيع أن يكون متشددا في الحرب وميزة بيار جميل هو قدرته إذا عامته يعني قدرته أنه كان عندما تبدأ أي حرب أو أي معركة كان هو في الطليعة والأكثر تشددا وعندما تأتي أي تسوية كان أيضا في الطليعة والأكثر مرونة في كتابك لعنة وطن تحدثت عن شخص أود أن تعرفنا عليه للمشاهدين وهو كما قلت عنه يعني شارل مالك هذا المفكر المهيب مدد تحدثنا عنه باقتضاب لو سمعته شارل مالك كان أهمية شارل مالك أنه كان عنده نظرة عالمية يعني كان يعتبر أنه لبنان عنده دور أكثر من لبنان وكان بالوضوح تماما يعتبر أنه لبنان أمريكي وهو كان أكثر شخصيات اللبنانية أمريكية وكان يعتبر أنه لبنان إما بيكون متفاهم مع أمريكا وماشي بالسياسة الأمريكية إما لبنان لن يكون وبالتالي أنا كنت اهتم فيه يعني كنت اهتم فيه لأنه أول شيء عمل أمم المتحدة يعني رئيس أمم المتحدة هذا اللبناني الوحيد ثانياً لا شك كان دينة كميل شمعون وكميل شمعون رئيس كميل شمعون كان مؤثر في السياسة اللبنانية كنت اهتم فيه من هزاوية ولكن أعرف تماماً أنه بدني في أمريكا فقط في كتابك أيضاً لعنة وطن تقول عن نبيه بري إنه رجل صعب من طائفة صعبة في الزمن الصعب وفي الصراع الصعب وين لتقيته أنت ونبيه بري وكيف يعني بالجامعة نظرتك إلى هذا الرجل أنا تلقيت فيه بالجامعة بالجامعة يعني أنا كنت في أول سنة جامعة كان هو برابع سنة جامعة وكان أخذ موقف كان فيه صراع بين اليمين واليسار عن بيحكي بالستينات كان هذا طبعاً نحن كيمين وأنا كرئيس مصلحة الطلاب كان نعمل معارك ضد اليسار هلأ فيه شخص لفتني أنه كان الشبابنا يعني يقولولي والله بالتواصل مع رئيس رئيس هو عامل حقوق في لبنان يعني رئيس كلية الحقوق نبيه بري كمان كان اسمع أنه كمان عنده اتصالات مع اليسار كي هذا فكررت أنه أشوفه هنا وكان فيه قصة الاتحاد وكانت على أصوات قليلة وكان عنده هو هالفارق مع الأصباح قلتله أنه بتنتفق نحنويهك أنت رئيس الاتحاد مقابل أصوات ما إلك شرط أنه يكون نائب الرئيس من اليمين يمين قال لي ايه أنا اللي حعمل هيك بس هعمل اتفاق تاني قلتله شوه اللي حعمل اتفاق نجيب أمينة وكان يتصل بشكل دائم وكان يهتم بشكل أسسي هي المخطوفين يعني كلما يصير مخطوفين من الجانبين كان يتدخل وكنتا اجتمع معهم يجوا نواب ووزراء وأحيانا القيادات الإيرانية كانت تجل عندهم وكيف كانت العلاقة مع ميشيل عون الذي كان سابقا ضد سوريا وأنت معها من هو ميشيل عون؟ ميشيل عون أولا ميشيل عون هو ميشيل عون يعني بداية بنبلش نقول ميشيل عون ما يعني منذ أن كان ضابطا بالجيش كان عامل فرقة صغيرة من الضباط مش ميشين يعملوا أنت يعني أنه يحيل وحيل على الأساس أنه عم بحضر انقلاب اكتشفوا أنه لا ميشيل عون مبشر يعني بيحب يبشر وبيحب يسمعونه وعادة كمل هذه المنسية داخل الجيش كانوا يجتمعوا اعتقاد المكتب الثاني يعني المخابرات أنه يجتمعوا للضباط من بعدهم يكونوا عم يحضروا شيء عملي لا كانوا يحكوا أفكار ويتبادلوا هذا يعني أول شيء في عنده في عنده أنه هو رجل بيع أفكار بيحب يبيع أفكار وبكل مراحل وهيك عملي يعني من مرحلته ظابط إلى مرحلته رئيس حكومة انتقالية إلى مرحلته في المنفى إلى عودته إلى حالياً رئاسة الجمهورية الأفكار عنده أساسية يعني هو هذا وكان لكل واحد سياسي يسأله يحكي معه كان يبلش يسأله السؤال قاته شو رؤيتك يعني بيبلش بالرؤية هذه السبب هو بيع أفكار وبالتالي أنا بعتقد هو بيهموا الأفكار أكتر ما بتهموا الوقائع معنوع طبعاً بيشتغل بالوقائع وبالتفصيل هلأ المسألة الثانية أنه ميشيل عون هو سبب وسمير جعجع القتال بين المسيحيين وأنا يعني ما بخفيك هذا القتال هو الذي سمح بأنه يصير في طائف لأنه الطائف عمل من أجل وقف القتال المسيحيين ووقف كل القتال اللبنانيين معاً إذن كل الطائف مسؤول عنه سمير جعجع وميشيل عون هلأ منذ عودته إلى لبنان وأنا سهمت بعودته إلى لبنان لأنه كان من الصعب أنه تقنع سوريا أول شيء تقنع إيميل لحود يعني هو رئيس جمهورية كان بعدين تقنع سوريا يلي هي بخلاف مباشر تقنع حزب الله الذي كان يطالب من أجل عون بسحب سلاحه يعني حسن نصر الله يعني على الأقل هالثلاثة ما أريد أن أكمل أن تقنعهم بأن يعود من أجل عون إلى لبنان واستطاع كريم بقردوني القيام بهذه المهمة أنا استطعت أن أقنعهم بهذا الشيء وبضرورة عودته لعمل التوازن الضروري داخل الصف المسيحي من جهة واللبناني من جهة ثانية هلأ لم يرجع ميشيل عون أنا برأيه طبعاً بدون قايد أو شرط أنا ما قلت له أنه أنا قلت له في موافقة عايدة ولو قلت له في قايد أو شرط بعرف عقليته ما بيقبل بس أول ما رجع فهم أنه في شيء اسمه سوريا وفي شيء اسمه حزب الله وفي طبعاً وكان همه لما رجع بصورة خاصة أنه يستطيع أن يدخل على الشارع الإسلامي هيدا واحدة من همومه يعني فعمل بالضبط يعني يلي ساهموا بعودته تفاهم معه يلي كانوا هني أقصامه نفهم عمل خطوبي مع سوريا وعمل زواج مع حزب الله عند هذه النقطة عزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده إلى مواصلة هذه الحلقة مع كريم وقردون ومن داخل حقائب ضيفنا نعيد استخراج وقائع اقتنفها الكثير من الغموض كما نتصفح صوراً لبعض الزعماء اللبنانيين كما رسمها كريم بقردوني كريم بقردوني ذات مرة الراحل طه حسين قال إنه سني المولد شيعي الهوى وقصد بشيعي الهوى الجدل هذا الجدل في لبنان توقف منذ تسلم حسن نصر الله قيادة الحزب وأعلن عن ولاية الفقه أنت كما أعرف اجتمعت أكثر من مرة مع حسن نصر الله ماذا تقول عنه في هذا الإطار أولاً أنا سألته عن موضوع ولاية الفقه هو قال كلام واضح لي وأعتقد أنه كلام أنا صدقته قال لي ولاية الفقه ما ممكن إلا تسير عندما يقبل الشعب بهذه العملية نحن ما فينا نفرض ولاية الفقه نحن فينا نفرض ولاية الفقه الشيعة ولكن لا نستطيع أن نفرضها ولا على السنة ولا على المسيحيين وأنا مقتنع أنه بلبنان يبقى عقائدياً مع ولاية الفقه بالطبع ولكن سياسياً يعرف أنه مستحيل بلبنان تطبيق ولاية الفقه وأعتقد أنه هو لديه من الخبرة والزكاء أنه يجعله أنه يترك هذا الموضوع كموضوع ديني وليس موضوع سياسي لكن ما بعرف إذا لاحظت أو بتوافقني الرأي أنه كثير من الجدل توقف عند هذه الطائفة التي تميزت به بسبب حسن نصر الله أنا أعتقد هو يتعمد أنه ما تظل مطروحة بولاية الفقه لأنه لا تخدم ولا كشخص ولا كمشروع سياسي وبالتالي أنا أعتقد فيه تعمد ويمكن فيه اتفاق هو وحليفه الأول نبيه بري على أنه هايدي ولاية الفقه نتركها على جنب لأنه أولاً أول واحد للي مش مقتنع بولاية الفقه هو حليفه نبيه بري يدعو إلى الدولة المدنية طبعاً وبتقديرك هذا ممكن تحقيق الدولة المدنية في لبنان شوف الدولة المدنية يجب أن تحقق في لبنان ولكن وجود النظام الطائفي هو عقبة كبيرة ولكن بدأ في خلينا نقول الأربع خمس سنوات الماضية أن النظام الطائفي انتهى يعني تعيب تنفسه صعب من خلاله الحلول ما عم تتأمن وبالتالي أنا بعتقد النظام اللبناني الطائفي انتهى ولكن لم نتفنه بعد بحاجة إلى دفن ونستبدله بالدولة المدنية ولو الدولة المدنية كمان ستكون مشروع مش يعني تدريجي لأنه الطائفية متجزرة في العقول والقلوب والواقع كريم بقردوني اجتمع أكثر من مرة بالرئيس السوري بشار الأسد ماذا في حقيبتك أنا؟ في حقيبتي أنه وصوله إلى الحكم كان سهل بمعنى أن حافظ الأسد جهز جهز النقل منه إلى إلى بشار الأسد ولكن الحكم كان صعب يعني لا يكفي الإنسان أن يتسلم حكماً أن يدير الحكم إدارة الحكم لقى صعوبات أول شيء لقى صعوبات داخلية مما كان يسمى الجيل العطيق يعني الجيل الوالد يلي كانوا أقوي الحرس القديم الحرس القديم يلي هندي كانوا أقوي يعني وماسكين مدة 30 سنة متواصعة لقى صعوبة في التعامل في فرض شخصيته لأنه هو غرب يعني دارس بالخارج وقاعد بره ما بيعرف الجيش ما بيعرف المجتمع ثالث أمر أنا برأيي منذ 2011 يعني منذ 2011 يواجه أكبر حرب ويصنط فيها حلا أنا بأعتقد أنه الحرب إذا خرج منها سيستطيع أن يحكم يمكن طويلاً كمان ولكن إذا لم يخرج منها في مشكلة أيضاً حول وحدة سوريا وأعتقد أنه كان كثير الوالد يعني لمن يحكي عن وحدة لبدان كان يفكر بوحدة سوريا ويخشى من المشروع يعني الدكتور بشار رئيس بشار يخشى من المشروع الصهيوني الأساسي الذي يقضي بتقسيم المنطقة إلى مذهبيات مختلفة متصارعة فيما بينها هذا هو المشروع الصهيوني من زمان يعني كان موجود ويخشى 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 عليه من يمينه ويصاره يعني من لبنان أنه يبدأ التقسيم في لبنان فيمس سوريا أو يبدأ التقسيم في العراق فيمس سوريا وهل استشارك بشار الأسد بموضوع انسحاب الجيش السوري من لبنان؟ الحقيقة يعني كان في حكل أساسي مع رئيس إميل لحود طبعاً وكان في اتفاق بينه وبين رئيس إميل لحود أنه يعملوا ما اسموها ما سموه انسحاب سموه إعادة تموضع هيدا وبدأوا يخففون من العدد يعني من ثلاثين ألف عسكري بالألفين وخمسة كانوا 11 ألف عسكري سوري وبيتفكيرون أنه سيترقوا المناطق اللبنانية بشكل عام ويبقى خمسة ألاف عسكري سوري في منطقة البقاء منطقة البقاء يعني في مواجهة إسرائيل هيدا كان التفكير هلأ إجه إغتيال رفيق الحريري طبعاً تعجل بهذه المسألة وأنا بتصور أنه الرئيس الأسد بدون مفاوضات مع أحد فاهم أنه من الأفضل له أن يسحب كل جيشه من لبنان حتى يسحب الحجة من إسرائيل ومن العرض طب ليش ما تفعل هذه الخطوة عام ألفين؟ أنا برأيي كانت الخطوة طبيعية خاصة عند انسحاب الجيش الأسرائيلي بالألفين لا شك بس أنا بتصور أنه المفاوضات اللي صارت أنه أنا عارفها المفاوضات اللي صارت بين الرئيس الحود والرئيس بشار أدت إلى القول أنه ما زال الجيش اللبناني غير قادر على الإمساك خاصة في مواجهة المخيمات المسلحة المخيمات الفلسطينية المسلحة وبالأخص في بدء بروز الإسلام المتطرف يعني الحركات الإرهاب كانت بدأت في لبنان وبدأوا بعمليات أعتقد هايدي جعلتون يتمهلوا ولكن كان من الطبيعي تنقول الأمور مثلاً كان من الطبيعي أنه عند انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان أن ينسحب الجيش السوري يعني هايدي كانت من الطبيعي وأنا ذهبت أنه أكثر قلت أفضل شيء من بدأ الحكي يعني عن انسحاب الجيش الإسرائي أن نبدأ بالمفاوضات بين لبنان وسوريا حول تزامن الانسحابين وتسليم الجيش اللبناني طبعاً ما كانت تشوف الظروف الظروف العربية صعبة عادةً يعني بديك الفطرة وما زالت صعبة واثنان أنا بعتقد كان فيه عند الرئيس الحود رغبة أنه يكسب وقت تيعمل الجيش يعني هو ابن عسكر يعني فكان بده يمسك جيشه يقدر يمسك ويمسك خاصة مش بس فيه مواجهة إسرائيل فيه مواجهة الإرهاب الذي بدأ بالضنية أول عملية إرهابية صاري في المنطقة كانت بالضنية يعني يعني بأول تسلم إيميل الحود رئاسة الجمهورية كيف شعرك كريم بقردوني عندما جرى ما سمي غزوة حزب الله في بيروت في أيار 1988 شو شعورك كان بتلك الحدث؟ شوف أنا شعوري كان إنه من الخطأ أن يتم محاولة قطع الاتصالات يلي قائمة حزب الله على طول لبنان حاول فؤاد السنيور الحكومي قطع هذه الاتصالات يعني قصة تقطع الخطوط التواصل بين المناطق بالنسبة لحزب الله كان شغلة كبيرة يعني شغلة استراتيجية كان ولا حسب هو مضبوط وحزب الله طر ياخدها بأكبر مما هي يمكن ويستعمل السلاح واستعمل السلاح بالداخل خطأ وأنا بعتقد منذ ذلك التاريخ تعلم حزب الله إنه السلاح هو للخارج حتى للخارج السوري والعراقي واليمني يعني للخارج لبنان وإنه السلاح في لبنان لا يفيد أفضل سلاح في لبنان هو الحوار بين اللبنانيين عند هذه النقطة أشكرك في نهاية هذه الحلقة على مشاركتك في برنامج حقائب مع كرام قزام أعزائي المشاهدين إلى اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة مع شخصية جديدة في برنامج حقائب مع كرام قزام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر